اي قضية من القضايا اللي هي عاملة كهرابة بين السنة والشيعة كهرابة والناس بيطلع مع ان احنا لو نتفهبنا بالراحة يمكن كلنا يطلع الخلاف بسيط ولا حيستسمح تسمح مش حيستسمح ان شاء الله عليك بزمانة ما هنبيقول ولا اتوا بلادين واهل الكتابة الا بلادها يحزن وبعدين لما حد يقول للشيعة بلطلين في حاجة ما الشيعة زي ده لنا اخ شيعي في العراق يعين المسكين بيقول لك ايه قال كلمة انتقاد مهزبة ومنمقة ومهزبة لمين للخمين راجل قاعد قاعدة فيها مجموعة شيع فقال والله الخمين يعني دو اسلوب مهزبة كان غلطان فقال لهم يا جماعة اني ما قلتش حاجة برضه ده ده الراجل يعني قد حرب يعني الاسباب يعني تفهب تمن سنين وتقتل شعبين وصدام حزكة بيحاولي واقف الحرب وهو يوصر ودوكها واقف الحرب وهو يتجرع السبن الزعافة اللي هو الخميني طب يا جماعة انتو مش قادرين الراجل يقولوله انتو مش قادرين تقبلوا كولايمة وانتقاد مهزبة للسيد الخميني ومش عاجبكو السنة ان هم مش قادرين يبلعوا اي اهانة لعمر بن الخطاب اللي هو جاي بعد النبي والخليفة التاني والسنة بيعتبروه هو اللي عمل الدولة الاسلامية ولي 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 ولما السنة ما يقبلوش تقولوا عقولهم راحك فيه طب انتو يا شيعة يعني القطاحة بعمر عند السنة اخف ولا انتقاد الخميني عندكم اخف ولا انتقاد عمر بن الخطاب عند السنة والخميني جاي بعد 1400 سنة ده مش بينتخذ الامام عالم ده بينتخذ الخميني وانت مش هل تبلع ايه اللي جرارك ما هو فيه تعصب سني وفيه تعصب شيعي على حد انسواه الطرفات وتعصب اعمى فيها ايه انا انا لازلت اذكر اذكر مرة كان فيه فتوة يعني السيد الخوي بتقول والسيد السستاني فتوة بتقول ان انت تحط مكينات القبار في محلات الجروسل اللي هي محلات البقالة عشان تبيع لغير المسلمين حلال ولا حرام سؤال فالسيد الخوي قال حرام والسيد السستاني قال حرام فاني كنت توقف في مصد مجموعة شيعة فقلت الحقيقة السستاني غلطة والخوي صحفة قلتلين قال ازاي تقولي على السستاني غلطة قلتلو ما هو يبني يا حبيبي ما هو فيه واحد يقول طال ما هي مش ممكن تبقى حلال وحرام هي يا حلال يا حرام هل ممكن يجتمع فيها حلال وحرام فمن الطبيعي ان يبقى واحد صح وواحد غلطة لكن مش قادر يبلع ان يتقال السستاني غلطة ويزعل بقى ان السني مش قادر يبلع حور الخطاب غلطة لا هو الشيء يقولي على حور الخطاب غلطة ده بيلعن ابوه واللي جابه ابوه ويقول عليه الصلاة ما هي القريش ويبقى قادر فيه وبعد يبقى عن الكلام ده كله ويقولك وزاعدان ليه يا حبيب زاعدان ليه ده ده عايزة تتدرس ده عايزة عايزة طبيب نفسي ده عمر بن الخطاب عند السنة هو اللي عمل الاسلام